ممكن أرجع في حتة برضو كابتنسان عشان نقفلها مع ثابت في حتة الأرقام طبعا كثابت أبرز بالصور ان احنا عملنا شكل كويس بص بقى بالإحصائيات هنا هتبين لك الأرقام ساعات بتبين لك ايه تقول لك ده انت كم ممكن تبقى أحسن من كده أصلا بيديو بينك مش عايزيني تكلف أحسن من كده لأنه اللي احنا شفنا النهار ده احنا خلينا نقول ان احنا شو التاني أفضل اه افضل بس كابتنسان يعني مع فرق المستويات بين المنتخبين يعني لازم كنت تطلع يعني لازم طريقة منتخبات بأفضل يع بص هنا مثلا ده الاستحواز للشوط الأول بص مصر وغينيا بيساوا بص شوط الأول واحدة تتلعب برا ما لعبك 64-36% الشوط التاني 78-22% طبعا النسبة الإجمالي واحده 70-29 فرق كبير جدا على ان انت 8-64% استحواز في الشوط الأول عملت محاولة واحدة على المرمى هنا انت بتاع ايه الشكل اللي انت كنت نازل بيه يعني انت استحوزت بس ايه الشكل اه ثابت بيقولك هو كانت حسن مسلا كان عامل فكرة عايز بيلعب لونج باز بطريقة معينة ما يوفقش بس طب فين بلان بي اللي كانت عندك الشوط الأول عشان تستغل هذا الاستحواز لصلاحك في الشوط التاني انت برضو الامور كانت افضل ان انت عملت تغييرات طبعا وجود لعيب زي امام عشور محمد صلاح كان في حالة افضل بكتير الحتة بتاعديزه فهي الخطورة كلها لمنتخب مصر كانت من عند السلاسي ده بيتحركوا صلاح فرصة ضيحها قبلية امام عشور الشوط اللي شاطها بشماله وكانت يدوب على العرضة بعد كده صلاح سجل الهدف لحد الفرصة بعد كده بتاعت ناصر مارو محمد صلاح فيه رقم تاني برضو اللي بعدها كابتن اسلام في المحاولات على المرمى المحاولات على المرمى بص الشوط الاول واحد منتخب مصر كمحاولات على المرمى الشوط التاني انت عملت سبع محاولات على المرمى وسجلت هدف بص غنيا بيساول ابي وريك فرق التواضع في المستقاني فرق فرق كبير عملوا محاولتين جابوا هدف الشوط التاني وما مش موجودين لان ممكن فضع زاده ولو منتخب شوية قوي او عنده حاجة يعمل يستغل ان انت مسك الكرة وبتهجم بتهجم ياخدك يعمل معاك مرتدة يخلصك بدوني او متوسط مش هقول او متوسط جدا او يضعي فنهاردة دي فرصة لكابتن حسام حسن ان هو يستمع للناس مش لازم احنا احنا نسعى برضو على بابا الله كده ملعب نشكر عشان في ناس سعب بتزعل من حتة دي كابتن اسلام احنا بن بس بس في ناس بتزعل احنا بنرسل حاجات من احنا تعلمنا وذاكرناه لكن انت بص تاني على الماتشات دي هتلاقي نفسك ان فرصة تعمل تاريخ وتخلي شكل الشكل اللي انت كنت بتحلله وعايز شوف عليه المنتخب انت تقدر دلوقتي عندك فرصة في مجموعة زي دي تعمل افكار وخصوصا ان انت خدت اللعيبة بدري فالنهاردة انت عندك الفرص ان انت تصحح الدفاعات بتاعتك ماينفعش في ماتشين تستقبل هدفين فالنهاردة اخطاء دفاعية موجودة يبقى التمركز يبقى هنا في مشكلة في الماتش بوركينة الشرط التاني وقعت خالص هنا انت في ماتش غينية بتاعت تحسن فالتفاوت ده انت لازم النهاردة تقعد تحاليل لان التوقف الجاي لسه بعيد بتقدر من خلاله ان انت تتحسن امورك وتزهر بشكل افضل وفرصة تكتب لنفسك تاريخ هو تقالك وتفضل لكابتن حسام اكتب التاريخ ما تصعبهاش مابيش والله العظيم اي حد فينا كان بيتمنى يكون في هذا الموقف ليه لان فرصة